أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار تراندي ودائما أبرز ما يدور بمنصة التواصل الاجتماعي من صور وفيزيوهات مشاهدين الكرام نبدأ عدد اليوم بهذه الصورة من ولاية خنشلا بطلها طفلا أعطى درسا للكبار قبل الصغار في الإنسانية الصداق والعطاء فبينما كان الكل منشغل بحفل أقيمة بمدرسة هذا الطفل تقدم هذا البطل الصغير الذي لم يتعد عمره العشر سنوات وفضل أن يناول زميله من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الهمم سلوك تلقائي يحمل في مضمونه الخير الحب وجبر الخواطر والحنن والمساعدة والمساندة صغير في السن وكبير في العطاء فلم تكن مشاهدين المدرسة التي نشرت الصورة الوحيدة التي أسعدها هذا الموقف البريء والعفوي بل أيضا الحديد من النشطاء أقول على مواقع التواصل الاجتماعي وبهذه الكلمات جاءت التعليقات عندما تجتمع الإنسانية والبراءة هذه هي القيمة التي نغرسها في أبنائنا وهكذا جاءت تعليقات فارس كتب ما شاء الله عليه حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه أتمنى الشفاء العاجل للمريضة تعليق هواري كتب القلب السليم معدن لا يزول مهما حدث هكذا تكون طينة وتربية الطفل بالتحلي بمكارمة الأخلاق والإنسانية تعليق آخر مريا كتبت ما شاء الله طفل صغير بقلب كبير نصره الله والشفاء لزميله أيضا تعليق ناسيم على السورة كتب ما أجمل الإنسانية تجتمع مع البراءة مع أحباب الله اجتماع نفوس الجميلة والطاهرة الله يشفيك يا رب العالمين تعليق فاطيمة كتبت باطلون رجل في جسم طفل الله يحفظه ويبارك لوالديها ليان كتبت عندما يكون الطفل مربي على القيم والمبادئ الصحيحة بارك الله فيه وفي والديها إذن مشاهدين تعليق آخر كتبت هذا والإنجاز الحقيقي ليقدر الواحد يفتخر به إذن آخر تعليق كتب السلام عليكم حسن الخلق صفة ويراتية بارك الله في هذا الغلام ربي شافي الطفل المريض إن شاء الله إن شاء الله مشاهدين كرام كانت هذه أبرز التعليقات والآن ننتقل بكم إلى موضوعنا الثاني وإلى الهاشتاغ الثاني أين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلة صغيرة في المسجدية الحرام وهي تعتمر برفقة والدتها وطبعا هذا الفيديو أو إشادة الجميع بملامحها الجميلة وهو الأمر الذي دفع معتمرة أخرى لتصويرها ونشر الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وصنع الحدث مشاهدين الكرام طبعا نشط مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا الفيديو وأعلقوا محمد كتب بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظها ويبارك فيها ويجعلها من حفظة القرآن الكريم نجاح كتبت ما شاء الله تبارك الرحمن رب يحفظها لأهلها وتكون من حافظين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة وسلام أم محمد مراد كتبت ما شاء الله رب يبارك فيها ويحميها ويجعلها من الدري الصالحة تعليق تعليق سعيد كتب ربي بارك ما شاء الله ملاك الجنة الله يحميها من كل شر إن شاء الله تكون منحفظين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعليق آخر كتب بسم الله ما شاء الله إن شاء الله عمرها مقبولة لوالدتها أو ربي يحفظها إن شاء الله وعمرها مقبولة لوالدتها تعليق زهرة كتبت ما شاء الله تبارك الخالق ربي يحفظها ويحميها من كل سوء يا رب تعليق آخر كتبت شفتها ما شاء الله تبارك الرحمن ربي يحفظها ويصونها سبحان الخالق الذي صورها آخر تعليق فلو بلونش كتبت يا عمري ما شاء الله عليها قمر ربي يحفظها ويحرصها لأهلها ويبارك لهم فيها ربي يحفظها ويحفظها ويحفظها كل زوجين مثلها أمين يا رب العالمين مشاهدين كانت هذه أبرزة تعليقات بخصوص الفيديو الأخير وبهذا وصلنا إلى ختم عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينغ شكرا لكم